مجلس النواب يوافق على علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 10% والحكومة الصرف قبل رمضان وفق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأربعة برئاسة دكتور علي عبد العال على مشروع قانون العلاوة الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بشكل نهائي وذلك بنسبة 10% من الأجر الأساسي بقيمة 65 جنيه حد أدنى و120 جنيه حد أقصى أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس توفر أغلبية سلثي الأعضاء المطلوبة دستوريا للموافقة على هذا القانون وذلك بعد التصويت عليه نداء بالاسم نظرا لأنه سيطبق بأثر رجعي من أول يوليو 2016 من المنتظر حاليا أيضا إرسال القانون بعد موافقة المجلس لرئيس الجمهورية لتوقيعه ونشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التطبيق الفعلي من جانبه أعلن المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب صرف العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% قبل شهر رمضان المبارك وأدم مروان خلال كلمته بالجلسة العامة الشكر لكل نواب البرلمان على ما بذلوا من مجهودات في مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة والاجتماعات التي عقدوها على مدار أيام عديدة للخروج بالقانون للنور من أجل مصلحة العاملين أضف أيضا وزير شؤون مجلس النواب أن جميع النواب كانوا حريصين جدا على مصلحة المواطن سواء الموافقين أو اللي رفضوا هذا القانون وده لأن الهدف هو مصلحة المواطن في الأساس قائلا أن الجميع فاز اليوم